شكرا جزيلا على قبول الدعوة سيسامي مرحب بك سبح النور بارك الله فيك شكرا على الاستضافة وسبح النور لكل المستمعين والمستمعات وكذلك النظارة في الحال يوم أمس انتخابات مجالس محلية في دورها الأول عتيد شنو سجلت اجمالي الخروقات او اجمالي ممكن حتى تكون ملاحظات جيدة اذا عندكم دي بان براتيك صحيح بالنسبة للمبارح اللي كانت عتيد متواجلة كالعادة لرصد ومتباعة التصويت في كامل الجمهورية بقرابة 300 ملاحظ موزعين على 24 ولاية باش نتابعوا سير العملية الانتخابية اللي اول مرة اللي هي تسير الانتخابات المحلية حسب الدستور الجديد باش نتواصل مع كل ما يصير في عديد المناطق بتباعة الحال نشكروا كل ملاحظين وملاحظاتنا اللي كانوا وقفين في هذا اليوم ما تعرف انت من السباح من قبل الافتتاح كانوا من السبعة متاع السباح متواجدين الى غاية قريبا لسبعة متاع العشية باش يقع غلق المكاتب ويقع رصد كل المخالفات تجاوزات ولملاك كما قلت انت ربما الحاجات اللي مشيت بالقدار صحيح انه فما بعض نقاط ايجابية اللي قامت بها الهيئة وهو انه رصدنا تقريبا مجمل للمكاتب كانت حلت في الوقت متاحة وهذا يعني نساجلناه ما عدا تقريبا مكتبين او ثلاثة وكان التأخير في ما تجاوز 15 دقيقة وهذا يعتبر يعني عندنا سنوات اللي ما ريناش شوية التنظيم هدايا ولكن ثم شوية تجاوزات خاصة في المترشحين نعرفوا اللي هي توا معاج تم اكل القائمات ولات الترشحات على الافراد منذ الدستور الجديد شوه ليصار صمت خرق صمت الانتخابي مثلا تم خرق الصمت الانتخابي في تقريبا اربع اماكن اللي سجلناها في داخل الجمهورية وين ثم زد كذلك محاولة يعني جلب النخبين معناها تلقى جروب بتاع ستة وسبعة وتلقى بعض السيارات الجي نفهمولي ربما فهمها صحيح عائلاتهم اللي الجي ولكن لاحظناها بزايد شوية ربما مهيش عائلات برك صحيح ما تنجمش ترشد يعني ملين وقعش يعني شوية مال اللي معناها شراء الاصوات ولكن في هذه تقول انتي زكيتني عاتيتني تزكية وقلت لي يا راي ما عنديش فش بش نمشي للمكتب الاختراح نجي نهزك على قد الوعد وهذا اللي حتى في هيئة الانتخابات الامور مهيش واضحة بالدرجة كيف تقول لك من جهرة هو قانوني هو من يقول لك هو بسيح نزكيك او نمشي معك ماهيش مشكل اما ربما ما هو ديما الخوف انه يقع شراء الاصوات وهذا هو اللي ديما نخافه منه وليحنا نتبعوه معناها ربما صار ما نجموش نقول لك الجامن اللي اللي يوقع شراء شراء الاصوات خاطر تعرف انتي يحب يعني يوصل المترشح الى ان يقع تصويت عليه ويخرج اذا يستعمل المال هذا اللي ما نحب ذوش معنا هذي هو اللي هو مختر وفيه جزائيان وجريمة خطيرة صحيح ما عندناش هذي ربما بعيد عن المناطق وينا احنا وخاصة اه ربما مش كما الاصنوات اللي قبل اللي كان عنا عدد كبير ونكونوا حتى خارج المراكز باش عينينا تكون موجودة ديما اقل شوية حتى اللي نحنا كما اه يعني عدد المشاركين في الانتخابات كان اقل شوية حتى الملاحظين اقل شوية انتناش بتقول لي سببين سبب انه الشباب شوية بتبعت السياسة كلها شوية عزوف حتى للملاحظة وخاصة زادة نقص التمويل حتى الملاحظين الكل الجمعيات الكلها ما فهماش عدد كبير وتعرف انتي بش تعمل على ارض الواقع الميدان يزمك تنقلات يزمك مسروف الاكل يزمك حتى التمويل الخارجي واللي هو كان قبل اللي يساند بالنسبة الانتخابات هذه ماهوش ناجم بتقول بعض اعرف بها دوليا باش ناجم يعاونك في ديمقراطية جديدة اللي يقولوا احنا او المسار الجديد اللي اللي وقع في البلاد. وذك عليش نسقك هذا السؤال ما هو الطعم واللون والرائحة لانتخابات المجالس المحلية والعديد من المقالات قدمي تتحدث تتحدث عن هذه النقطة. شوف شوف انا صحيح تبدأ هي الهيئة تحب تبرر عملها ولكن اه كتبرر عملك ما يزمكش ترمي الكرة للاخرين. خطر هو مبارح اللي اريناه في تدخل الهيئة اه المستقلة الانتخابات لزي وانه حاولت باش تدمج لاخرين ما هي ما هيش المسؤولة الوحدة وحدها. بل قالت الاطراف لاخرين كذلك. باش تهرب المسؤولية. ولكن قالت في نفس الوقت انها نسبة محترمة. عطت توصيف. ولكن ولكن سمحني. اذك اللي انا ما ماشيلك نقطة ذكا. كيفاش تقول نسبة محترمة وان احنا في حداش في المئة. محترمة بالنسبة للمرة اللي فاتت. ما هي بيضها للمرة اللي فاتت في انتخابات التشريعية. ميش محترمة. بالنسبة لشكون اه النسبة لنسبة محترمة. وبالمقارنة مع اش نوع? نشوف هذيها نمشيه بال بالنسبة الدولية للانتخابات. انتخابات يعني اه تكون اه معناها لهاج تعم و رائحة. التمثيلية بتنجي مش تكون اقل بالعشرين او ثلاثين في المئة. معناها اه احداش في المئة مهما كان احنا نحترموا هالمليون اللي قالت عليه الهيئة. وانو ما يزومكم تحترموهم نحترموهم بتباعة الحال. اما نسبة ضعيفة. بحداش في المئة تصير تمثيلية اه جهوية رغم اللي قالوا وراء وفهم بعض جهات فيهم عشرين في المئة. ولكن ثمها جهات فيها اقل. لهيها تقاب سبعة وثمانية وورستنا هذيها في في جهات. اه 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 اجماليا نحت. صحيح ما عندناش اه ما يقول في القانون الانتخابي او اه دستور يقول اه اه معناها فما نسبة من امام اللي واحد يزبوا يوصل لها. العتبة. العتبة باش باش تكون. اما هذيها. معناها حسب العرف الدولي. اهيش نسبة كبيرة. معناها احببنا او كرهنا. اي. خبك بحثي الاستاذ عدنين الامام كتبه استاذ في القانون العام يقول لك احنا تونس الدولة لنا فقيرة. ما نشنا الدولة يعني كنا عملوا انتخابات وما نسوش العتبة متاع العشرين بالميام. يعني الخمسين مليار اللي نصرفوهم في انتخابات الكل هم يتيحون عاودوا خمسين مليار اخر. فنوع من اه من اه كما نقول احنا. اه فاذاك عليش? هنا نحب نتفاعل معاك سيمين بن يحيا عضو الهيئة الموديلة لجمعية عتيد من اجل نزهة وديموقراطية الانتخابات. هيئة الانتخابات اه مطالبة ببذل العناية ام بتحقيق نتيجة. هي لحقيقة اه على خاطر اه عناية اتفقنا. يعني هذي من دورها باش تأدي الانتخابات في احسن صورة في احسن احسن شكل. ولكن اه ثم اه نتيج زادة عندها قيمة. نتيج يعني مش نتيج ونوصله لبوتر الشهين. ما نقول نتيج في مشاركة اه العباد. يزبها ربما تلقى طريقة اخرى في مشاركة العباد. ربما ما نعرفش انا عن بعض. ربما تسهل تعملش اه اه دي بوكس يقربوا للمواطنين. اه يزبها تجد طريقة اخرى لمشاركة المواطنين. يزبها تشوف كيفاش فماشي لوعية اخرى من تحفيز. فماشي قرب اكثر للمناطق اللي هي بعيدة. نعرف اللي سناء رغم انه سخرت مثلا اه 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 وزارة اه اه او الشركة التونسية لنقل. اه. سخرت انه يوم الاحد اه سفرات خاصة باش العباد تمشي تتنقل باش تمشي تصوت. اذا هي معلمة النقاط اللي عملتهم الدولة باش باش تقرب شوية المواطن للانتخاب. ولكن يزبنا نبدلوا اه 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 ربما للاتصال ربما اه اه قربنا للمواطنين اه تقول لك اي صحيح انا عملت جهدي ولكن اه اذكر وين وصلت. بدل عينيه اذا. اه اه صحيح ما. كون ينجم يجي الهيئة الانتخابات اليوم يسائلها بمعنى رودوفابلتي هي هي. هي صحيح. حكومة دولة. اينا الخلال اليوم تتسائل? جريدة المغرب بقلن حسين العيادي زميل في الليدي تو في الافتتاحية. هذا هو. هل فتحت يوما اولا نذكرها اليوم. لماذا هذه النسبة الضعيفة وما رأيكم. جيتش نهار عملت حوار منذ الانتخابات الفتح. عملتش حوار. اجتمعت بالعديد من الفعل. اجتمعت. احنا احنا مجتمع مدني. لا لا لا. كانت. ممثلين الاشخاص ذوي وذويات الاعاقات. مهوش في هذا البرنامج. انا نحكيوه قلنا هات نشوفوه ما هي المشاكل التي تعترض باش النسبة تطلع. صارش عنوان? منذ ذلك. ما تقبلوش معاكم? لا في البرنامج هذا متاع فماشي امكانية في تطوير النسبة متاع المشاركة ابدا منذ ذلك اليوم. حد هذا اليوم اه من الانتخابات الخرانية متاع اه التشريعية. موقعش التساؤل. عليش عن نسبة ضائلة. هات نبدلو طريقة هات ما نعرفش نقاش طريقة عن بعد تكون تكون مثلا اه مفيدة. هات نقاو وسائل اخرى. هات فماشي دعم. دعم للمجتمع المدني. هاي سيد انتم في منطقتك بتعرفوا بتعرفوا الامور السياسية. هات اه تنجموشي اه معناها توقفوا في منطقتك بدعم. ما هي دولة قال تايما عش الحب التمويل الخارج وعننا شوي ضغط وكل. هات عاول. هات سيد عاول الجمعيين. من الانتخابات تشريعية للماضية لليوم ما حكيتش معاكم هات الانتخابات. في هذا المواضية اخرى احكيتش. شوف هي توا تقريبا من اللي بدنا المسار. اه ثم شوية اه يعني حطونا كسورة او كبعناها حضور سوري. مع مع الجماعيات المجتمع البدني. اما مش حوار حقيقي. او اخذ بي نصائحنا. ما ثماش حوار حقيقي مع الهيئة باش انقدم موعدها. الحلول موجودة عندكم. عند الحلول وعندنا الافكار. عندنا افكار يجيوا وقولوا هات نحلوا الباب باش نشوفوا مدى اه 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 تحسين في المشاركة. عملية مش حلول عملية. عملية حلول عملية للميدان. احنا موجودين في الميدان ولا لا? احنا موجودين في الميدان عديل الجماعيات اللي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات. موجودة على الميدان. عندها الخبرة الكافية باتصالها مع المواطنين في منطقتها. هات نقولوا حلول عملية. هات اه اه حل الباب لهما جماعيات موجودة في كامل الجمهورية. انت عندك الية موجودة. موجودة على الميدان. هات تفعل معها. هات تعطيك حلول. هات. تنجي بتكون قربها للمواطنين. مسيالش نشاركو. احنا عمرنا ما قلنا لا ما نشاركوش. بالعكس. احنا مش جايين باش ننقضو فقط. احنا جايين باش. انسان دو اذا ثم باش تونس. معناها احنا احنا نفرحوك نقول نسبة ضعيفة. احنا شيخين انها نسبة ضعيفة وهي معناها خدمة الهيئة. ونسكل معناها ضعيفة. او ما مش مشرفة. سكل مسؤول احنا سيسامي بن يحي. هو المسؤول. صحيح اه شوية الكل. معناها مشكلة الهيئة. الهيئة صحيح عندها دور ونسبة كبيرة. ولكن هي متالبة هي انت عبارة مثلا عندك على مسار معين. عندك شكون مسؤول عليه. وثم اللي يختمو معه. صحيح تقول كلنا ربما ما نجحناش. اما انت عندك مسؤول. خطي يزبو المسؤول على اك الانتخابات يزبو هو يلقى الحلول. انه يشوفوا على الاطراف المساندة معاه. باش نمشيو نحو افضل. نحو مشاركة افضل. نحو اه تحسين اه كما قلو المسار. تحسين العملية الانتخابية. نشوفوا الاخطاء اه اللي اللي صارت. احنا كل ما نصير انتخابات نعطيو اه نعطيو انكونستا. هل عيتتلنا الهيئة احنا الجامعات وقالت سوبها او اخذيت التقارير بتاعكم. عطيوني كيفاش. هذي ابدا. نقولوا مانا بدلنا مسار جديد. هاي ميسيرش. عيتلنا. تقول لك اليوم. قولك علش الهيئة اليوم دي ما هي في فهم المدفع. علش دي ما لوموا في هيئة الانتخابة. علش من لوموش اطراف اخرى. ما هي مسؤولة. احنا اشتوا مجتمع مدني. خيشك عنا لموينة. هذا ما تقول وحيئة الانتخابات. ايه. اما هي عندها على كل حال هي اللي تحكم. وقت الانتخابات. ينجم يخرجك ينجم يقولك لا انتي ما تدخلش هنا انتي كذا في المركز في المكتب. هي تتصرف. وهي عندها الاموال. معناها هي المسؤولة الاول. احبابنا ام كارينا هي المسؤولة. تتحمل مسؤوليتها يعني. هي تتحمل مسؤوليتها. ثم صحيح اطار اللي هي الاعلام اللي هو زداء يشارك. هو بيدو معناها متعالب باش يعمل اه باش يوصل للمعلومة للمواطنين. وثم الجمعيات اللي هي المجتمع البدني اللي هو موجود على الميدان وهلكن هو بيدو امكانياته زداء محدودة. كيفاش تقيم. ينجم يعمل اجتماع بمواطنين وكذا وفي قاعة ويكري وينجم. اذا هكا اللهم باش لي ما يمتع هو. مردود لهي اكيفاش تقيمه ام من خلال المسارات الكل ولكن خلينا في هذه المحطة في انتخابات المجالس محلية. ايه. فاش تقيمه مردود هي الانتخابات. هو نظرا لنتيج يعتبر ضعيف. صحيح رغم اللي بارح يعني. مردود هي الانتخابات ضعيف. ضعيف. اه اه رغم اللي قلنا بارح. ثم تحسين في انطلاق العملية الانتخابية. لاحظنا ما ثماش مشاكل. وقالنا في اللغة هذه عملوا عمل به. مش مقولوش كوني ديبها سلبيين ونقولو خايبي. بخلافها. ورأينا النتيج اللي خرجت راهوه المسؤول رقم واحد. احبابنا ام كانانا هي الهيئة. هي اللي تتحكم في المسار. هي اللي عندها القواعد والسلطة باش تجاري. دونك مدم انسان او هيئة اه 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 هي اللي عندها قيادة المسار. مثلا كان مسؤول ما نجموش الفرط ولا لا ريسبونسابيتي ما نجموش فرطها. قول ما هيش واحدة ثم اتار تخدم في معاه. الله هي بارك. اما دائما اه 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 معناها لا ريسبونسابيتي او المسؤولية ترجع للهيئة. مدم هي لاهيئة بالمسار. صارت الانتخابات يوم امس وعنا دور ثاني جاي. انا. فما ناس البرح تعدات بخمسين زائد واحد وتفضلت الامور في العزب من العمادات. انا. انا. شنو صلاحيتو. كيفاش بش يخط. اي. اه البلدية بش تكتفي بالمظامين تعريف بالانضة. اه غيرها من المسائل الاخرى. النظافة. والمجلس المحلية تخدم على التنمية. اي. لا صلاحية دون نص قانوني سابق الوضع. ما عنديش اليوم صلاحياتي. ما نعرش روحي. ايش نو بش نعمل. خلاف ذلك. قانون الجماعات المحلية. موجود فيه انه البلدية. لها الاختصاص. المبدئي فيما يتعلق بالشؤون. المحلي. المحلي. محلي. واضح. اي صحيح. وحوا. احنا عملنا الانتقال. هو السبب الترانزيسيون. من المحلي. اللي هي كانت البلدية. اه الى الانتخابات المحلية. وهو التمثيلية المحلية. اللي هي نعتبرها العمادة. مشينا من البلدية. الى العمادة. والعمادة دارت نجم ساعات تلقى فيها. بلديتين. مثلا. او. معناها ما همش. ومتربطين بالضبط. بين البلدية والعمادة. ما همش. اه. معناها. اه. كيف كيف في التوزيع الترابي وفت الانتقال هذي فما سيح شوية نقص في التفسير على الدور المترشحين المحليين اللي بعد بطبيعة الحال بيش يكونوا تمثيلية بطريقة ما للغرفة الثانية اللي هي الجهات والاقليم هذي الغاية اللي يحب يوصلوا لها الغرفة الثانية اللي بشيقع يعني اختيار الممثلين لهذوما ولكن ولكن ما تنساش اللي صحيح عندي ممثل على منطقتي أما هو مبعث شوية فما دي لشو على خاطر انتكي بش تختار بش تولي العمل شوية على الجهات رجعنا لفوق الجهات والاقليم خاطر احنا قسمنا تونس على الاقليم دونك بشي بشي سير منويل تنوي كبير على المنطقة ديك كل ولكن الدور اللي هو خاطر هو صحيح بشي يبلغ يعني الفكرة الفكرة متاع المعنى جيها متاعه متاع منطقته من بعد شنو هل الدور البقي هكو وصل للفكرة وبعد يبقى يتبع يبقى يتبع يسنى حتى يتبع يبقى حتى اللي نجيه خاطر هو كل المترشحين عملت قائمة من الاهداف اول اللي مترشحة له هل يقدر هو ينجي منفذها بعد اشتعود ترجع له هي المعلومة ايقبلنا معناها كل اللي قلت انتي بيش نعمله مثلا ما نعرفش احنا لي بناء مدرسة جديدة وقع بارش اقتراحه اه سيساني هنا مثلا كي كي بيش نعمل مترشحين يقول لي ساعمل على النظاف اي لازم ينوقف ونقولوا لا مش منصالحيتك هي منصالحية البلدية هي منصالحيتك التنمية هي صارت هي كونفزيون يعني شفنا في الحمل الانتخابية اعود لا ترتقي ولا تتضابق وهذا نقوله بصفة تقنية وليس بصفة يعني عندي رأي في الموضوع لكن بصفة تقنية وليس بصفة تقنية مش من اقتصاص ما قدتك هي في الانتقاب ما عندكش اقتصاص ما تقومش بتدور هذاك بتخرج على اقتصاص انتعك قانونيا بارشا في اللي قدموا ترشحهم عطاو عدد كبير من الوعود اللي هي ما هيش تابعتهم اللي هي تابعة البلدية خط عليش فما كونفزيون فما معناها ما بين البلدية والمحلية ثم نوعا مننا الخلط دونك هو بدو حتى اللي مترشح ما يعرفش هو ما هو دوره كي يعرف ما هو دوره ينجل من يرتكز على نقاط هذهك بش يقول راني ما معناها بش توعدكم بالنقاط هذه في صلاحياتي هو ما دوم هو ما يعرفش لسنوة صلاحياته ما عندوش بالضبط صلاحيات وهذا يا ربما زاد شوية نقص في التكوين شوية نقص من طرف الهيئة باش المترشحين تعطيهم الفكرة ودورهم عملت عملت شوية عملت ماش فراغ تشريعي واضحة صلاحيات المجالس المحلية اي ما واضحة انتي وصلت هيش كما وصلت ما ماك حاولت انتي باش توصل المواطنين بش بش ينخبو انتي هذوك بزادة دورهم يزمي تعطيهم وتعطيهم امكانية في تكوينهم في اه معناها كيفاش باش يتصرفوا في المنطقة بتاعهم كسوية مترشحين او شنو الفكر اللي ماشين فيه متاع انتي خبت المحلية كيف كيف التخوفات متاعكم وتومى عندكم اختصاص حصري في مسألة الانتخابة تتبعوا المسألة من قوانينها من مراسيمها الى حلوة انجاز الانتخابات الى النتائج الاولى نتائج النهائية عندكم تخوف مثلا سيسامي في اه اليات الربط ما بين كل هذي المجالس اللي بش تسير وطريقة تنظيم العمل المتاحة مع مختلف الهياكل العمومية الاخرى داخل داخل الدولة بتبيعة الحال فما ربما هو منطالبين احنا بش نتبعوا المصارى هذي كل اه معناها كانتخابات كاختيار التمثيلية بتاع الناس هذي في المجالس الجهوية اه ولكن ربما يصعب على خطر بش تتبع الاجتماعات في كل المنطقة اه بش توصل الى التمثيلية بتاع المجالس الجهوية وال معناها الاقليمية هذي ربما مسألة احنا بيدنا اه ما زال ما ركزناش عليه الموضوع هذي ولكن بش نواصل واحنا المصارى هذي بش نتبعوه اكيدا مسارى حتى لدينا احنا جديد وابنائنا زادة كذلك عملنا تكوين في هذا شان كيفاش معناها المجلس جديد كيفاش بش يقع العمل به ولكن احنا بيدنا شي جديد لنا احنا بش نحاولو نتبعوه المصار الاخير هذا في حسن السير بتاعوه ولكن صحيح ما ما زالت الامور مهيش كلير بالنسبة لنا احنا اه معناها كمصار جديد الحقيقة ولكن بش نكونوا متواجدين و بش نكونوا احنا نتبعوه هذي ما فيش كلام نشكرك بارشا سيمي بن يحيى عضو الهيئة المديرة لجمعية عتيد لديمقراطية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات اتك صحة على حضورك بحثنا ونبقى ونتابعوه مع عتيد ومراقبون ومرصد شاهد كل جديد فيما يتعلق بالانتخابات نذكر انو حسب هاي الانتخابات تقول انو في شهر فيفري الدور الثاني للمجالس الانتخابات المجالس المحلي يعني ما جابش فوق الخمسين زايد واحد يمشي للدور الثاني خمسين مليار كلفة انتخابات المجالس المحلي بعض المعلومات نقدمها بطريقة برقية رجعين شوية اخر